مسلسل تبيض انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين يستمر وهذه المرة عبر تمويل جزء من فعاليات مهرجان وينتسور الملكي للخيول في بريطانيا من قبل السلطات الخليفية ووفق مقال نشرته صحيفة الجارديان البريطانية يسعى المدافعون عن حقوق الإنسان إلى الضغط على منظمي مهرجان وينتسور الملكي للخيول كما سلطت الصحيفة الضوء على الشكوى التي قدمها معهد البحرين للحقوق والديمقراطية بيرد ضد الشركة المنظمة للمهرجان اتش بي باور إلا أن نقطة الاتصال الوطني البريطاني التابعة لوزارة التجارة قالت إن تلك الشكوى تستحق الدراسة منظمة بيرد تعتقد بأن كون شركة اتش باور الجهة التي تستضيف السباق هي تستلم توكيل هي تستلم دعم مباشر من حكومة البحرين هذا الدعم المباشر هو دعم مادي هو دعم بحضور ملك البلاد هناك كأس يسمى كأس الملك البحرين أو كأس الملك يقام في رويل وونزر كل هذه الأمور التشريفية هي تحصل بسبب أن البحرين هي من ضمن المساهمين ماديا في هذا السباق في الوقت نفسه في عام 2017 قامت حكومة البحرين وقام الجهاز الأمني في البحرين باعتقال عوائل نشطاء في البحرين من أجل منع المتظاهرين في بريطانيا بالتظاهر ضد ملك البحرين في رويل وونزر كذلك هذا يعتبر انتهاكات مباشرة بسبب هذا السباق أو بسبب سباق الونزر فلذلك تم تقديم هذه الشكوى إلى هذا الجهة وفي شهر نوفمبر تم قبول هذه الشكوى النائب البريطاني عن حزب العمال أندي سلوتر أكد أن الحكومة البحرينية تستخدم تمويل الفعاليات المرموقة مثل مهرجان وينزر الملكي للخيول لإلهاء الرأي العام عن سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان وطبيض تعاونها المستمر مع المملكة في مجال الأمن والعدالة الجنائية فهل يدل موقف النائب على أن الشكوى التي تقدمت بها منظمة بيرت ستترجم عمليا لدى الحكومة البريطانية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة؟ اليوم ستحدث جلسات للنقاش مع الشركة المنظمة وسنكون في طرف من الطاولة والجهة المنظمة التي تدعم التي تستقب التي تستلم المبالغ المادية والمدعوم من حكومة البحرين سنكون طرف المحاسبتها والنقاش معهم في الحيثيات هذه النقاشات ستكون سرية ولكن هذه أحد الوسائل للوصول إلى قمة الهرم كذلك الضغط الذي حصلنا عليه من باب الإعلام صحيفة القاردين مثلا نقلت هذا الحدث المهم كذلك البرلمانيين البريطانيين نرى أن العام المقبل سيكون هناك تفاعل مختلف إن لم تقم الحكومة البريطانية بوقف تورطها في دعم هذا النظام الدكتاتوري فنحن كنشطاء سنقوم ما بالممكن من أجل توقيف هذا الشيء وإن لم نستطع توقيفه سنقوم بالقيام بالضغط الممكن من أجل تدفيع أكبر فاتور ممكنة هذه ليست المرة الأولى التي تتقدم بها منظمة بيرد بشكوى واحتجاج ضد مشاركة البحرين في مهرجان وينسور الملك للخيول في بريطانيا فقد تعرض سيد أحمد الوداعي لأعمال انتقامية بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان من بينها احتجاجه على مشاركة السلطات في تلك الفعالية فسحبت جنسيته عام 2015 ولم تتوانى السلطات الخليفية حتى الآن عن مضايقة أفراد عائلته كاعتقال أم زوجته هاجر منصور وشقيق زوجته نزار الوداعي